اشتركوا في القناة اهمية الحوار بين المسلمين جميعا وضررته الملحة حيث تستضيف مملكة البحرين مطلع العام المقبل مؤتمر الحوار الاسلامي الاسلامي مؤكدين ضرورة العمل على لم شمل الامة والتلاحم والتضامن بين مختلف مكوناتها في مواجهة التحديات المشتركة وقد اعرب جلالة الملك المعظم يده الله عن تغديره لجهود فضيلة الامام الاكبر احمد الطيب في خدمة الاسلام والمسلمين والتعريف بمبادئ الدين الاسلامية السمحة ودور فضيلته والازهر الشريف في دعم قضايا الامة العربية والاسلامية من جانبه عبر فضيلة الامام الاكبر عن تغديره لمبادرة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لإقامة واستضافة مملكة البحرين هذا المؤتمر الاسلامي المهم والجهود التي يبذلها جلالتها يده الله لخدمة الاسلام وتعزيز السلام والتعايش وترسيخ ثقافة الحوار ودعم القضية الفلسطينية كما عرب فضيلة الامام الاكبر عن اعتزاز الازهر بالعلاقات القوية التي تربطه بمملكة البحرين مؤكدا فضيلته حجة الانسانية الى تضافر جهود القادة المخلصين من اجل احلال السلام في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر